قالها أحمد شوقي من قبل وقفتم بين موت أو حياة فإن رمتم نعيم الدهر فاشقوا وللأوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق لا يمكن لأي كان أن يسدد دين الوطن بنقول أن الوحيدين اللي قدروا يسددوا الدين كامل هم الناس اللي فقدوا أرواحهم عشان البلد تعيش حرة وعشان إحنا نعيش أحرار لهم الرحمة والمغفرة جميعا ولذلك آثرت أن تكون البداية بقصيدة على لسان أم الشهيد لا توقظوه فلقد أتيت لكي أحيي من بعيد من أنت؟ قالت على استحياء أنا أم الشهيد لا توقظوه فلقد أتيت لكي أحيي من بعيد من أنت قالت على استحياء أنا أم الشهيد قالوا سترحل والآن جئت أودعك والقلب مفطور على موت الفقيد رفعت يديها للسماء خذ من سنيني ما تشاء خذ أنت قلبي والدماء لكنه ولدي الوحيد أنا أنا لا أريد خذ مني عمري كله لتمده عاما جديد بل مده يوما يوما جديد كانت تعاتب ربها لكنها متيقنة أنه قذر وأن الله يفعل ما يريد المشهد الثاني أو قفة الغاسلة تستجيه أن يغسل بالماء الدافئ فالماء البارد يؤذيه سألت أيضا عن لون الكفن ألزام أبيض أعطوه الفرصة كي يحكي والله سيرفض يحب الأزرق والبني ويحب بلاده حذرت مرارا يا ولدي وبكيت مرارا يا ولدي لكن عناده ما رأيك أن تنهض لحظات لحظات وافتح دولابك هددتك أني لن أفعل لكن كالعادة يا ولدي رتبت ثيابك ووضعت قميصا تعشقه في أعلى الرف والآن ستحمل يا ولدي من أعلى الكف وستمضي قدما بشموخ في صوب الدار اختارك ربي بجواره لن نجزع أبدا يا ولدي فهي الأقدار وسيدفن وطن في وطن سيعمل نور في نار سيعمل في كتف الثائر كي يدفن قرب الثوار في رقعة أرض وقادة كي نكمل نحن المشوار يا أمي يا أمي يكفيك نحيبا فالبعض يموت لكي يحيا إن كنت تركتك في شيبك فجموع الشعب لكي يحيا وسيسمع صوتي في الشارع ما كنت أردد وأقول فالشمس تضيء وما غربت ألشمس الأحرار أفول للفجر كنا كالنواء ولكل مرء ما نوى فاخترت بعدا والنوى كي يبصر السودان نور ورفعت علما في الهوى أرديت لكن ما هوى ولكل شخص ما هوى يا ليته شعبي يثور وطن وطن كليلة كن أنت قيس ونحن أولى يا شعب قيس ما ضرنا بذل نفيس عشق قوي حب جسور أما عن الفصل الأخير يا معشر الثوار بالله لا تتخاذل كي يكمل المشوار أخسرت روحي بل كسبت قضيتي فالموت من أجل القضية انتصار